اشتركوا في القناة اللي شجعني أولاً على اقتحام عالم الصوت والصورة بصفة عامة وهو الإعلام وبالنسبة للسينما كان الفضل أكبر للحاكيم بالعباس المخرج الكبير الحاكيم بالعباس والناقض السينمائي حمادي جيروم والمنتج المخضرم دان سميت من الولايات المتحدة الأمريكية اللي أتاحه لنا الفرصة ويشتغلوا كمعهد متنقل وكذا كاترة جامعيين اللي جاونا العيون وطول مدة سنة وستة أشهر قاموا بتكويننا سينمائياً مع حاكيم وصنناً لإنتاج أفلامنا الخاصة وإخراجها والمشاركة بها في مهرجنات دولية ما هو الأعمال اللي عندي في حد الساعة؟ الحد الساعة عندي تقريباً كإنتاج أو إخراج يعني كمخرجة ومنتجة يعني ثلاث أفلام مطولة وثائقية وتقريباً ست أفلام قصيرة أغلب الأفلام اللي انتجت إلى حد الساعة لها تيمة أصلاً اللي تتعلق بالتراث الحساني وحياة أهل الصحراء فأفلام قصيرة كان عندي الأمشقة الكل يعرفه هو الهودج من بعده فيلم عنا للخيل سنابك الخيل يعني العلاقته للصحراء بالخيل من بعده لفيلم آخر قمنا بإنتاجه طبعاً فيلمين بدعمنا من المركز السينمائي المغربي اللي نوجه له شكر خاص اللي كان عنده فضل كبير خاصة في الأفلام الطويلة اللي كتعرفوا أنها تحتاج لدعم كبير وأتاحت الفرصة العديد من الشباب يعني إحنا كمنتجين شباب نفسهم الأقاليم الجنوبية يعني تكونوا في هذه الأفلام واللي الحمد لله الآن أصبحت لديهم بطائق مهنية وبطائق مهنية ليست فقط بطاقة بدون موهبة أو بدون عم بالعكس شباب عندهم موهبة سواء من ناحية الإضاءة أو من ناحية السكريبت أو من ناحية الصوت فالحمد لله يعني مركز السينمائي كان له الفضل كبير في دعمنا من السهل يعني اختيار المواضيع الحد الساحنا كنت الآن كتشتغلي في هذا المجال الجغرافي الحساني الحساني صح رغم لا أني أنا شوي يعني كان عندي تقريباً ثلاث أفلام قصيرة صورتها فبجعت لكن لماذا بالذات الثقافة الحسانية لأننا لحد الساعة ثقافتنا هي شفهية ومن خلال الأفلام نحاول نوثقوها ويكون توثيق لها يعرفوه الأجيال يعرفوا تاريخهم يعرفوا ثقافتهم يحافظوا على ثوراتهم اللي كيف نعرفوه نحن الثورات الآن ما شف في نوع من الاندطار فمن خلال هذه الأفلام كنحاول كل ما هو شفهي لصوت صورة وكيف تعرفوه أن حالياً أقرب للوصول للفكر سواء للشباب أو الأطفال أو حتى الكبار هو الصوت الصورة فمن خلال هذه الأفلام عنا هي رسالة أكثر مما فقط العرض أو فقط تصوير بصفة عامة في المجتمع العربي وفي المجتمع المغربي أن من البدايات دائماً لمرأة أي مجال كان الحكر على الرجال فاش كتجي تقتاحهم وكتلقى نوع من الضغوطات إحنا في الجنوب عنا إعلاميات منذ السبعينات يعني إعلاميات من القديم لكن في السينما كانت مجرد واحدة مثلاً أنهالي فقط كثمتي كتلقى يعني مضايقات رفض من الأسرة أشياء كثيرة مؤخراً لا يعني مؤخراً الحمد لله بدأت هاي الفكرة تتغير ومن المسائل اللي كوني أول يعني مخرجة في السينما بالعكس لقيت نوع من الدعم حتى من الشباب يعني كتقنيين اللي كي يشتغلوا معايا لا ما شاء الله بالعكس يعني كيكون نوع من الانضباط كيكون نوع من حب المساعدة وفي نفس الوقت كي يحسوا بي أني لست مرأة فقط يعني ذلك المرأة اللي ضعيفة لا لا كي يحسوا بي يعني قابضة بزمام الأمور يعني من ناحية تحديد الوقت من ناحية الانضباط يعني داخل البلاطو من ناحية وكل اللي لقاء أنهم سليسين في العمل معي كرسالة ونتمنى أنها توصل للمسؤولين هو أننا نفتقر للمعاهد في كل ما يتعلق معاهد إعلامية معاهد سينمائية معاهد في المسرح يعني كيف كان نعرف بأن من الصعب خاصة الفتاة وإلى يومنا هذا من كتبوا على ريوسنا نقولوا لا تغيرت الوقت صعب أنها تسافر وتعيش في مكان بوحدها وكيف نعرف إحنا الأقاليم الجنوبية بعيدة جدا عن الشمال يعني وأغلبة المعاهد في هذا المجال توجد يعني إما بالطار البيضاء أو بورززات أو بطنجة أو بالرباط أو بأي كدير نتمنى أن المسؤولين يفكروا في تأسيس معاهد في المسرح في السينما مسألة النساء موجودات كان النساء اللي اشتغلوا في المسرح ولهم بصمة في المسرح ولكن يحسبنا على رؤوس الأصابع بالنسبة للسينما كان واحد المشكل أنهم يقدوش مثلاً يمثلوا في أفلام أخرى ماشي منهم هما ولكن من المنتجين ربما أو المخرجين لأن البعض يقول أن اللهجة الحسانية صعبة أنها تفهم للعامة فكي يبقوا دائماً مقتصرين فقط على إما سيدكوم أو فيلم رواي معين ينتج من أبناء الأقاليم الجنوبية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة